منفذ واحد فقط متاح أمام سكان تعز وهو منفذ الضباب وتشدد فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية الرقابة على دخول أي أسلحة أو مواد مهربة مرة عديدة قامت الأجهزة الأمنية بضبط شحنات مواد مهربة وأسلحة كانت تتم محاولة تهريبها بطروق مموهة إلا أن يقضة الأجهزة الأمنية كانت عالية وكون ميليشيا الحوثي على أطراف المدينة وتسيطر على 15% فإن المحاولات تتكرر من أجل القيام بأي تحركات داخلية تم القبض على حديد من المخالفات مثل المهربات السجائر السلاح المخدرات حشيش وخارج القانون أهمية ضبط الأمن داخل مدينة تاعز بعد تحريرها لا يقل أهمية عن مداخلها ومخارجها لضبط المنهوبات وإدخال مواد مهربة وأسلحة الأمر الذي يتوجب على الحكومة دعم الأجهزة الأمنية للقيام بمهامها وامتثال الجميع للأوامر والتوجيهات حتى تتفعل أجهزة الدولة بشكل طبيعي قامت النقاط العسكرية في مداخل المحافظة والمدينة ذلك لتأمينها كما قامت بضبط العديد من البضايع المهربة ومن ضمنها قامت بالحد من ضبط شاحنتين وبالأخص قامت نقطة الدحي بالحد من ضبط الشاحنة الأولى أصبح الجانب الأمني المطلب الأول للمواطن قبل الاحتياجات الأخرى إذ بالأمن والاستقرار تعود الحياة وتتطبع الأوضاع وهو ما يتوجب احترام الجميع لقرارات السلطة المحلية والحكومية اشتركوا في القناة